ليلة جلسة لمجلس الأمن قبل تصويت على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن منظومة الدعم الإنساني في غزة تواجه الانهيار ما يهدد بنزوح جماعي نحو مصر وأضاف جوتيريش أن المدنيين في القطاع لا يحصلون على أي حماية فلما كان آمن في غزة لا توجد حماية حقيقية للمدنيين في غزة أكثر من 17 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية يشمل ذلك أكثر من أربعة آلاف امرأة وسبعة آلاف طفل مع إصابة عشرة الآلاف كثير من المفقودين على الأرجح هم تحت الأنقاض منظومة الدعم الإنساني في غزة تواجه الانهيار ما يهدد بنزوح جماعي نحو مصر الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية مكثفة ومستمرة وواسعة النطاق هذه الاعتداءات أصابت 339 منشأة تعليمية و26 من المستشفيات و56 منشأة رعاية صحية و88 مسجدا وثلاث كنائس أكثر من 60% من مساكن غزة دمرت أو أصيبت ما من مكان آمن في غزة ومن جانبه قال رياض منصور المندوق الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إنه من واجب الدول الأعضاء أن ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع هذه حرب نيتانياهو هي حرب الائتلاف المتطرف الذي يتولى السلطة في إسرائيل ولا يجب لأي طرف أن ينقذ وراءها هدفها ليس الأمن بل هدفها أن تحول دون استقلال فلسطين والسلام وهذه النوايا واضحة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هذا وشدد على أن الهدف من الحرب الحالية ليس الأمن بل الحلولة دون استقلال الدولة الفلسطينية من واجب الدول الأعضاء أن ترفض وتنهي هذه الاعتداءات لسيما أن موظف الأمم المتحدة العاملين في الميدان أيضا يقتلون ويصابون خلال شهرين قتلت إسرائيل 17 ألف فلسطيني منهم 7 ألاف طفل وأصيب أكثر من 40 ألف فلسطيني وهجرت إسرائيل مليونا وتسعمائة ألف فلسطيني ودمرت ثلثين منازلهم كما اعتدت وحصرت ودمرت المستشفيات من واشنطن ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف رئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط والديبلوماسي العمريكي السابق ريتشارد شامر السيد ريتشارد أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة مازينا في متابعة لجلسة مجلس الأمن حول غزة والهدف وقف فوري لإطلاق النار في غزة السؤال الأساسي دائما هل سيمر القرار ولكن السؤال الأبرز موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهل ستعطل قرارا جديدا يتعلق بغزة لا أعتقد أن قرار وقف إطلاق النار سيأخذنا إلى قريبا من الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة وهي تسعى لتزع السلاح من حماس وهذا يجب أن يحدد إن عاجلا أم آجلا وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وربما لتنفيذ وقف إطلاق النار المؤقت من أجل إخراج الرهائل من غزة أعتقد أن هذه الأولويات الأمريكية ولا أرى أن أي واحدة منها موجودة ضمن سياق وقف إطلاق النار أحادي الجانب لن يكون أحادي الجانب السيد ريتشارد على الغرب سيكون من الطرفين أن نتفق عليه ولكن نزع السلاح في مقابل 17 ألف قتيل وأكثر من ذلك بكثير هل هي معادلة مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ كم الضحايا في هذه الحرب؟ كما هو واضح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حتى إسرائيل يريدون أن يروا أقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين وعملنا عن كثب لمحاولة تقليل عدد الضحايا ومنح الغزيين أماكن آمنة ليذهبوا إليها ويعملوا مع الإسرائيليين لتكون هذه الاستهدافات الإسرائيلية محددة وفي الوقت ذاته من المهم نزع السلاح من حماس وهذا أمر سيواصلون السعي إليه وبالتالي أهم شيء هو الوضع الإنساني وتحسينه بأسرع ما يمكن على الرغم من معرفتنا بأنه لا بد من نزع السلاح من حماس سنناقش مسألة نزع السلاح لاحقا وأهمية التفاوض لنزع السلاح ولكن قبل ذلك قلت أن الجميع يريد عددا أقل من الضحايا حتى هذا المصطلح وهذه العبارة ستكون مثيرة للجدل والاستغراب ما الذي تقصده بعدد أقل؟ هل يبدو مقبولا أن يموت مئة أو ألف بدلا من سبعة عشر ألف؟ كما هو واضح وكما قلت أقل عدد ممكن في الحروب لن يكون صفرا مثلا وبالتالي من المهم جدا أن نعمل مع المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة وغيرهم لمحاولة ضمان أن الفلسطينيين سيكون لديهم ملاذات آمنة ويذهبون إليها أثناء محاولة إسرائيل لنزع السلاح من حماس وبالتالي أن لا تكون العمليات العسكرية موسعة بل مستهدفة ومحددة هذه هي الجهود التي نسع إليها وإن كان بالإمكان أيضا إطلاق صراح بعض الرهائن وهدنة إنسانية هذا سيكون مرحب به هذه هي الجهود التي ندعمها ومجددا لا أرى أن وقف إطلاق النار بحد ذاته يؤدي إلى مثل هذه النتائج نعم ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل عدد الضحايا إن جازت العبارة وإن كانت مقبولة ماذا فعلت مع عدد تصريح وفرنا معلومات استخباراتية للدعم وعن الاستشارة العسكرية لإسرائيل حول طرق استهداف حماس ونزع سلاحها دون استخدام عمليات عسكرية موسعة وما نفضل رؤيته هو أن تستخدم إسرائيل طرق مستهدفة تكتيكية مبنية على معلومات استخباراتية لاستهداف قيادات حماس بمواقعهم دون استخدام عمليات عسكرية موسعة على غزة بأكملها وبالتالي نوفر هذا النصح بشكل متواصل وهذه الخبرة في جهد لدفع إسرائيل باتخاذ هذا المنح في جهودها لنزع السلاح من حماس بعد شهرين من الحرب لم تحصل إسرائيل على أي تقدم عسكري يذكر لم تحصل على المدنيين أو على الأسرع من الداخل غزة إلا بالتفاوض كذلك لم تقضي على حماس لماذا لا تعود مرة أخرى للتفاوض ولماذا لا تدعم واشنطن بدلا من السمراء الحرب أن تدعم هذه المرة تفاوضا جديا لوقف النار لهدى على الأقل الإنسانية في البداية وللسعادة الأسر من الجانبين بالتأكيد الولايات المتحدة ترحب بهذه الفرصة لأن تبدأ وتساهم في عملية سياسية سيكون هدفها تأسيس دولة فلسطينية يعيش فيها الفلسطينيين بسلام وأمن ونوفر هذا السلام والأمن أيضا لإسرائيل لكن في هذه المرحلة لدينا منظمة تسمى حماس تكرس نفسها للقضاء على إسرائيل وحماس مزال لليها قدرات عسكرية فأي طرف يمكن أن يساعد في هذه الجهود لابد أن يعمل على ضمان عدم وجود السلاح مع حماس هذا سيساعدنا لتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية شكرا من واشنطن كنت معنا رئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط ودبلوماسي الأمريكي السابق اشترك شامعان